أهلا بحضراتكم مجددا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاطقها كرئيس للدورة السابعة الولى عشرين لقمة المناخ العالمية التي تعقد في مصر مشددا على سعي مصر تحقيق تحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزا للطاقة في المنطقة جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ وذلك تحت رعية الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشاركة لفيفن من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة كما أضف الرئيس السيسي أن مصر التعي تطلع شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى المرحلة التنفيذ الفعالية على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مائوية أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا للتحادية والتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين وفي كلمته أمام فعاليات منتدى بوترسبورغ الدولية أشار الرئيس السيسي إلى ما تم بين البلدين من تنفيذ للمشروعات القومية الطموحة ومنها مشروع إنشاء المحطة نووية بالضبع وغيرها من المشروعات وأكد الرئيس السيسي أن تتشين رؤية مصر 2030 تعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة للتحقيق المبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية وأضف الرئيس السيسي أن الحكومة قامت بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاتثمارات الأجنبية قالت الرئاسة الروسية إن موسكو لا تستبعد استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه لم يتحقق أي تقدم على مصاري المفاوضات بعد وكانت وسائل أعلام قد نقلت عن رئيس لجنة مجلس الدومة للشؤون الدولية ليونيد سراتيسكي تأكيده أن الحوار مع كيف قد يستأنف في وقت قريب بحث وزير الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين ونظيرته السنغالية عيساتة تالسال تدعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في إفريقيا وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين نقش أيضا خلال اجتماعيهما في واشنطن القيادة الأمريكية لحج استجابة عالمية لمواجهة هذه الأزمة هذا وأعرب لينكين عن اهتمام الولايات المتحدة بتعميق التعاون مع سنغال في القضايا البحرية وتغير المناخ أكد رئيس البلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو أن بلاده سيتعين عليها الرد على لغبة بولندا في الاستئلاء على منطقة غرب أوكرانيا مشيرا إلى أنها تشكل تهديدا للأمن القومي لبيلاروسيا وقال رئيس بلاروسيا أنه لا يستطيع السماح لبولندا بأن يحاصر بلاروسيا بالكامل على حد قوله محذرا من خطورة تصايد الموقف وأوضح رئيس البلاروسي أن بلاده ستبقي القوات المسلحة جاهزة في الغرب والجنوب لافتا إلى نشر عشر وحدات على طول الحدود لمنع مواصفه بأي تسلل محتمل إلى الأراضي البلاروسية وفقت إدارة الأغزية والعقاقير الأمريكية على لقاحين مضادين لفيروس كورونا للأطفال تحت سن الخامسة وتمهد الخطوة الطريق أمام تطعيم ملايين من الأطفال صغار السن في الولايات المتحدة فور موافقة المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على ذلك كانت إدارة الأغزية والعقاقير الأمريكية قد أجازت لقاح فيزر باين تيك المضاد لكورونا للأطفال الذين تتروح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات ولقاح مدرن الأطفال من سن ستة أشهر حتى سبعة عشر عاما وأجيز لقاح فيزر بالفعل الأطفال فوق سن الخامسة وقال مسؤول البيت الأبيض إنه قد يتم الطرح اللقاحات على الفئات العمرية أقل من خمس سنوات في وقت مبكر من هذا المقبل سجلت أصين المائتين وأربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا منها خمس وثلاثين إصابة مصحوبة بأعراض ومائة وتسعة وستين بلا أعراض ورصدت العاصمة بكين حالة إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل إحدى عشر في اليوم السابق وثماني إصابات محلية جديدة بلا أعراض مقابل إحدى عشر إصابة في اليوم السابق كما رصدت شرنغهاي حالة إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل حالتين في اليوم السابق وست إصابات محلية جديدة بلا أعراض مقابل حالتين في اليوم السابق وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 225107 إصابات بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض حتى الآن ختام موجد الثامنة فاصل وضح لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر